منتصف الليل بتوقيت جرينيتش السابع مساء بتوقيت واشنطن من العاصمة تحليل ونقاش لأخبار أمريكا والعالم أهلا بكم أمر رئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء المعاملة التفضلية التي كانت تتمتع بها هونغ كونغ في التجارة مع الولايات المتحدة وشدد ترامب على أن هونغ كونغ ستعامل من الآن فصاعدا مثل ما تعامل الصين أي من دون امتيازات خاصة أو معاملة اقتصادية خاصة ولن يكون هناك تصدير للتكنولوجيا الحساسة لهونغ كونغ بعد الآن وأعلن ترامب أيضا أنه وقع قانونا أقره الكونغرس يجيز فرض عقوبات على مصارف إثرى قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على تلك المدينة وقعت اليوم تشريعا وأمرا تنفيذيا يحمل الصين المسؤولية عن الإجراءات القومية التي اتخذتها ضد شعب هونغ كونغ تشريع الإدارة الذاتية لهونغ كونغ الذي وقعتوه حظي بإجماع الكونغرس هذا التشريع يمنح إدارة أدوات قوية جديدة لتحميل الأفراد والكينات المتورطة في وعد حرية هونغ كونغ المسؤولية لا قد سلب حريتها ومعها ذهبت هونغ كونغ أيضا لأنها لن تستطيع بعد الآن المنافسة مع الأسواق الحرة وأتوقع أن يغادرها كثير من الناس ومن ثم سنكسب المزيد من أنشطة الأعمال لأننا فقدنا منافسا حرا هذا هو واقع الحال كما وقعت أمرا تنفيذيا ينهي المعاملة التفضيلية لهونغ كونغ التي ستعامل من الآن فصاعدا مثلها مثل الصين بلا مزايا استثنائية ولا معاملة اقتصادية خاصة ولا صادرات تكنولوجية بالإضافة إلى ذلك نقوم بفرض رسوم جمركية ضخمة على الصين ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن مراسل الحرة في البيت الأبيض هشام برار هشام ما هي برأيك خلفيات هذا الموضوع وما الذي ستكون تأثيراته الاقتصادية طبعا هناك مجموعة من العوامل التي تكتفت فيه من الأخيرة وبلورت هذا الموقف الجديد من البيت الأبيض الذي يتخذ أبعات وجبهات مختلفة للضغط على الصين طبعا بدأت بما يصفه البيت الأبيض بتضليل للمجتمع الدولي حول فيروس كورونا وتكتم الصين على انتشار هذا الفيروس داخل أراضيها لسيما انتشار العدوى بين البشر هناك العمل الثاني وهو الفشل ترز أي تقدم في المفاوضات حول المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين وهو أحد وعود الرئيس الأمريكية الانتخابية ويعول عليه كثيرا لخلق وظائف كثيرة في الولايات المتحدة عبر زيادة المشتريات الصينية من السلع الأمريكية أيضا إخفاء الصين في الوفاء بالتزامتها وفقا للمرحلة الأولى من الاتفاق بزيادة تلك المشتريات بشكل مستمر السبب تقول الصين هو أزمة كورونا الرئيس الأمريكي اخترى اليوم أن يوجه ضربتين للصين الأولى جاءت على شكل توقيع ليصبح مشروع القانون الذي مره الكونغريس بأغلبية ساحقة بديمقراطيه وجمهوريه يسمى بقانون الحكم الذاتي لهونغ كونغ الرئيس الأمريكي بتوقيعه يصبح هذا قانون الولايات المتحدة في التعامل معه كونغ وبالتالي يمكن الولايات المتحدة أن تفرد عقوبات على مسؤولين صينيين مسؤولين عن تلك القيود التي فرضت على هونغ كونغ بمجب القانون الأمني الصيني هناك الجانب الآخر وهي قرار الرئيس الأمريكي بأمر تنفيذي لا يحتاج إلى الكونغريس بقرار تفعيل ذلك الإلغاء للمعاملة التفضيلية لهونغ كونغ ماذا يعني ذلك؟ الولايات المتحدة كانت التعامل مع هونغ كونغ منذ التسعينات بأنها دولة أو إنشاء تتمنتع بحكم ذاتي منطقة مختلفة عن الأرض الصينية لديها بعض الامتيازات سواء نعم هناك طبعا امتيازات تستفيد منها هونغ كونغ معرفة من التأشيرات بالنسبة للمواطنيها وبالنسبة أيضا لرجال الأعمال الذين يستثمرون في هونغ كونغ هناك أيضا مسألة الأسلحة التي كانت تباع وما يسمى بالمواد ذات الاستخدام المزدوج الولايات المتحدة ستوقف الآن بعد أي معدات دفاعية لهونغ كونغ قوبة الأعدام الرسمية لهونغ كونغ وليس للصين صح؟ لا يسبب الضبط لأن كنا تحدث عن بريطانيا ارتأت لهذا الكيان أو الدولة كما ترى نفسها أنها اختارت له أن يكون هو نوع من الاستقالية حتى العام 2047 وهي اتفاقية موقعة بين بريطانيا وبين الصين وارتأت لهونغ كونغ أن تتمتع بهذا الحكم الذاتي على مدى خمسين يوما منذ خروج البريطانيين من هذه المنطقة في عام 1997 الولايات المتحدة الآن تلغي هذه المعاملة التفضيلية لكنها لا تلغي الاعتراف بهذا الحكم الذاتي لهونغ كونغ حتى العام 47 الرئيس الأمريكي حتى الآن لم يقدم على هذه الخطة بل يوجه رسائل عبر هذه العقوبات عبر هذه الأليات الذي يوفره هذه المعاملة التفضيلية تأتي فقط من الولايات المتحدة وقرار من الولايات المتحدة للتعامل مع هذه المنطقة باعتبارها تعتبر مركزاً للتجارة والشركات الأمريكية التي انتنشط بحرية في حل وفي حرية عن قيود النظام الشيوع الصيني وبيروقراطيته فهذا أيضاً يؤثر ليس فقط على هونغ كونغ في هذه المرحلة بل على الشركات الأمريكية التي اختارت مقراً لها في هونغ كونغ الكثير من هذه الشركات ستضطر لاختيار الولايات المتحدة وهنا الهدف الآخر للرئيس الأمريكي يريد أن يعيد الكثير من الوظائف والشركات التي تنشط في هذه المناطق إلى الولايات المتحدة فبالتالي بالنسبة للبيت الأبيض دار هذا موقع قوة وانشئت في هذا القرار وليس ضعف لكن لا شك أن هناك شركات ستأثر أمريكية ستأثر بهذا القرار بعد أن كانت تندعم بضرف استثنائي بمناخ خاص بها في هونغ كونغ في منطقة مزدهرة تجارياً واقتصادياً من دون الخضوع للقوائن الصينية هشام شكراً جزيلاً على كل هذه المعلومات حدثنا مباشرةً من واشنطن قال مدير مركز مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتي أن الوفيات جراء فيروس كورونا على الأراضي الأمريكية سترتفع مجدداً لكنها لن تصل إلى المستهويات الكبيرة التي سجلتها في الفترة السابقة علينا أن نكون حذرين ونتذكر المستويات القصوى في أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا في مناطق مثل نيويورك وشيكاغو وديترويد نحن الآن في مستويات أدنى بكثير من نسبة الوفيات التي كنا نسجلها في فترة سابقة ما سيحدث هو أننا سنشهد مزيداً من الوفيات بسبب استمرار استقبال المستشفيات للإصابة بالفيروس لكنها على الأرجح لن تعود إلى المستويات الكبيرة التي سجلناها من قبل لسبب بسيط هو أن الفئة العمرية للمصابين حالياً أقل بأكثر من عشر سنوات من الذين كانوا يتعرضون للإصابة في السابق ينضم إلينا من ناشفل في ولاية تنسي الدكتور ويليام شافنر أستاذ العلاج البيقائي وخبير الأمراض المعدية في كلية الطب في جامعة فاندربيلت دكتور تقريباً أكثر من نصف الولايات على الأراضي الأمريكية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً طبعاً بالإصابات بفيروس كورونا وبسرعة أكبر مما كانت في فصل الربيع لماذا؟ أعتقد أن هذه الزيادة جاءت نتيجة فتح الولاية بطريقة سريعة وفتحها بطريقة أكثر حذراً بدلاً من طريقة حذرة الكثير من الناس لا يرتدون الكمامات وذهبوا إلى أماكن الترفيه بما فيها الحانات ولم يتبعوا التباعد الاجتماعي وبالتالي الفيروس ينتشر في أوساط الشبان الذين يأخذونه إلى بيوتهم إلى عائلاتهم وأقاربهم حالياً وفي معظم الولايات المتحدة ليس لدينا سيطرة على هذا الفيروس بسوء الحظ الفيروس لا يزال يسبقنا دكتور إذا أردنا أن نتحدث عن اللقاحات هناك تقريباً من بين أكثر من 150 لقاحاً الآن في طور أو في قيد التطوير في جميع أنحاء العالم هناك دراسة تقول بأنه عوضاً أن يتم التلقيح في الذراع كما عادة تكون اللقاحات هناك نوع جديد من اللقاحات عبر الأنف وهو يكون بطريقة أسهل ما دقة هذه الدراسة وهل هي فعلاً ممكن أن تكون مفيدة أكثر في ظل ما يقال وما يشاع بأن هذا الفيروس موجود في الهواء وبالتالي من خلال الأنف يكون اللقاح أوفر بالواقع سيكون هذا رائعاً لو كان لدينا أي لقاح وأنا أشعر بالإثارة أن الكثير من الناس في العالم يحاولون تطوير اللقاحات من أنواع مختلفة اللقاح التقليدي الذي يعتمد على الحق جيد وسيكون من الأسهل إعطاء اللقاح عن طريق الأنف لأناس كثيرين وبالسرعة ولكن علينا أن ننتظر ونرى كي تظهر الدراسة هل هذه اللقاحات ناجحة وآمنة ولكن هذه ميزة كبيرة لو استطعنا أن نرش اللقاح عبر الأنف بدلاً من استخدام الإبرة والحقنة لوضع اللقاح في ذراع الإنسان لكن الخبراء يقولون بأن اللقاح المنتفخ في الأنف سيكون أفضل في حماية الناس من العدوى إلى أي ماذا هو أفضل؟ هناك أمل في أن يوفر اللقاح الحماية في الأنف بحيث عندما يدخل الفيروس إلى الأنف يتم إيقافه ولا يستطيع الفيروس أن يحدث العدوى هذا جيد إذا نجحت الفكرة أيضاً الفيروس يمكن أن يدخل عبر الفم ويدخل إلى الصدر أنا غير متأكد أن هذا هو سبب جيد ولكن لدينا الرذاذ الذي يرش عبر الأنف واستعمل هذا بشكل واسع في أنحاء العالم ربما نستطيع أن نستخدم لقاح كوفيد عبر الأنف أيضاً لنبقى في موضوع اللقاحات لأنه موضوع فعلاً يهم جميع المشاهدين شركة موديرنا الأمريكية أيضاً تعمل على لقاح للفيروس التاجي يظهر نتائج واعدة للسلامة والاستجابة المناعية أو ما يعرف باللغة الإنجليزية بالإميون ريسبونس في دراسة المرحلة الأولى المنشورة إلى أي ماذا برأيك نحن بحاجة لمزيد من الأبحاث لمزيد من الوقت أم أن هذا اللقاح ممكن أن يكون مطروحاً في الأسواق في وقت قريب حالياً لقاح موديرنا جرب في حوالي خمسين شخص هذه هي البداية وبدأ كما لو أن اللقاح سبب رد فعل مناعي جيد هؤلاء أعطوا جرعة ثم جرعة أخرى بعد الشهر واللقاح جعل منطقة الحقن متورمة وهذا ثمن بسيط مقابل منع العدوى حتى الآن الشركة في المقدمة ونحن نتطلع للاختبارات الكبيرة سيدرس هذا اللقاح ويستخدموه مع ثلاثين ألف شخص سؤال أخير دكتور ويليام فلوريدا كولايات أخرى تسجل أرقاماً قياسية في الإصابات بفيروس كورونا يعني بعد ساعات من قول الحاكم دي سانتس بأن الولاية كانت استقرت هنا نصيحة طبية للأشخاص الذين يعيشون في تلك الولايات ما الذي يجب أن يقوم به وما الذي يجب أن تقوم به تلك الولايات على الصعيد المحلي لحماية أنفسهم هلياً الفيروسات وكما قلت خرجت عن السيطرة وما نوصيه للناس هو أن يرتدوا الكمامات وأن يمارسوا التباعد الاجتماعي وأن يبتعدوا عن المجموعات الكبيرة لا يذهبوا إلى الحانات وأخشى لا يذهبوا إلى الخدمات الدينية لأن هذا يجمع الناس سوياً يمكن أن يمارس الإنسان التدين في بيته لفترة من الوقت دكتور ويليام شافنر من ولاية تنسي أستاذ العلاج الوقائي وخبير الأمراض المعدية في كلية الطب في جامعة فاندربيلت شكراً جزيلاً لوجودك معنا ضمن من العاصمة شكراً شكراً للمشاهدة